أهلا بكم مجددا بداية كشفت مصادر متتابقة على أن وزيرة البريد وتكنولوجية العلم والاتصال هودا إمان فرعون قامت بإقالة المدير العام بالنيابة لمتعامل الهاتف النقالة التاريخية موبيليس محمد حبيب الذي خلفه أحمد شدار التفاصيل مع أحمد رشدي يبدو أن الوزيرة هودا إمان فرعون وفية سياسة الإقالات والتوقفات العشوائية في المؤسسات العمومية ذات الطبيع التجاري التابعة لقطعها من موبيليس إلى اتصالات الجزائر هجرة جماعية للإطارات نحو الشركات المنافسة الخسر الأكبر فيها هو المؤسسة العمومية هودا إمان فرعون وبدل أن تضع استراتيجية لإنعاش موبيليس قامت بتنحية الرئيس المدير العام بالنيابة محمد حبيب بعد أقل من عام على تعيينه محمد حبيب شهدت في عهده موبيليس طفلة في عدد المشتركين بـ 16.5 مليون مشترك وهو ما وضع المتعامل التاريخي في الصدارة لأول مرة منذ 2004 مع تسجيل موبيليس لرقم أعمال تاريخي قرب مليار دولار في ظرف تسعة أشهر هودا فرعون ومنذ توليه حقيبة البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال أجرت حركة إقالة واسعة مست مدراء عامين وإطارات محليا ومركزيا على غرار إقالة مدير عام اتصالة الجزائر أزوى ومهمل الذي بقي في منصبه لمدة أربع سنوات وتعويذه بمحمد اسبع ثم إقالة هذا الأخير وتعويذه بالطيب قبال هذه التغييرات المتكررة وتسيير أهم الشركات بوزارة البريد وتكنولوجية الاتصال بمدراء بالنيابة كان له تأثير سلبي على الواقع وزارة البريد وتكنولوجية الآلام والاتصال فخامة هذا المبنى تخفي الكثير من الأسرار وراء تخلف قطاع من المفروض أن يكون في المقدمة ليبقى لا استقرار هو السمة البارز في هذا القطاع الذي يبدو أنه شاخ في يد الوزيرة الشابة ترجمة نانسي قنقر